انواع المغذيات بتاعتي اللي ازا كان فيها مثلا زبادي حاجات بكتيرية تؤدي لجسم انتج هستامين من بيئة بكتيرية او من البكتيرية ديت اقل لها مثلا خمسين في المية. مش عايز احرم الشخص من حاجة فعليا انا ما عملش كده. يعني انا ما عملش كده. فعليا انا اطعت كل حاجة. اطعت الى الاكل اللي بيعمل هستامين اطعت كل حاجة ليه. لان اطعت كل حاجة ليه تدعراض كلها راحت. ببدأ احط الحاجة شوية شوية لانا واشوف انا ايه اللي بيحصل معي من الحاجات اللي بحطها في الجنة الغذائي بتاعي. احسن عيش تترى تربعة شهر من غير ما قدر اكل الحاجة. ولكن هحكي له حاجة كمان زيادة دازم تقرفوه يعني. اا كترة ما كان فيه تجمع واستامين في جسمي. من المواد البنائية ومن الاكل اللي اللي كنت باكل فيه استامين عالي والاكل اللي كان بيخلي جسم انت جزيم شكل عالي. اا. والبكتيرية كنت بخذها من الزمان يوميا والمخللات المخلق تقعد يوميا بالتمرين. اوكي. الحاجة انت كلها خلي جسم انت جزيم مشاكل عايز زائد اللي كنت عايش فيها ولت النوم. كل ده ادى الى وجود مشاكل في المعدة في طبيعة البكتيريا في المعدة والامعاء وصحة الامعاء وزادت الالتهابات الموجودة في المعدة عندي. وده ادى الى قلت انزيمات الهضم. قلت حموضية المعدة قلت حموضية المعدة قدت للمشاكل في هضم البروتين. هضم البروتين قال يستدينها يبقى لديه مشاكل فيه. يستمينها يزيد. فالهيستامين جاي جاي من طريق البروتين. مشاكل عالي. بيميتة بروتين بتاع الضعي بتاعتي عالي. في التجهيز. اا. مشاكل اللي حصتلي في المعدة. قال لعمل تقليل من انزيم الدي او. اللي يستمين بتاعي ما بيحصلوش. بيقلش. بيحصلوش تكسير وطلع من الجسم لشان دي وليل. استمين تاعي لي. وجود مواد زي عموما. اللي يستمين بتاع منين? خلايا معاينة اسمها تتحفز عن طريق. زي اا مسلا زي ما تقول مسلا اا انزيمات معاينة او بروتينات معاينة لأسف. انزيمات بروتينات زي كل واحد. اا اللي هو الاي جي اي ميونجلوبلين. اا حسيها زادت شوية. ياه. ليه عارفين لي زادت? تتحكوا والله. تتوتوا شوية. نبضة قلب مرتفعة. سماتيك نلفي سيستم شغال. اوبا. بس لا ما بخدش انت يستمينة يعني حفظ الله. فانا عارف الموضوع اللي انه في ايه. الحمد لله يعني. اه. فالمهم مصرز تتحفز. بتنتكلك يستمين. المصرز في اندرجيني. يا سلام. يا سلام. وكمية كبيرة كمان. يعني اي حاجة لها خاصية اندرجينية عالية. هتخلي جسمي جنتك يستمين زيادة. فانت كده عندي بقى ايه? طريق الهرمون. طريق التغذية. طريق اللي هو قلة النوم. التمرين. الكارديو. انخفاض السهرات الحرارية نفسه بيعتبر البيئة اللي كنت عايش فيها واختلاف البيئة اللي كنت عايش فيها زي دي المشاكل اللي حصلت اللي في كتفي والبواسية والحاجة دي. كل الحاجات دي استرسات دي تجمعت بوم. جهاز الهضم بتاعي خرب. خرب فعليا خرب يعني. ما قدرش يكون خبزة واحدة في اليوم. اتفاق عملاقة. زيادة عملاقة عدي الى وجود. مرض الجهاز الهضم عندي. هل المرض ده نتيبته ايه? ارتفاع انزيمات او ارتفاع انزيمات الالتهابات في جسمي. بين افتحي الدم. بيئة ملتهبة في الجهاز الهضمي. ده يازم تقل. البيئة ملتهبة ده قدد اختلاف في مستوى البكتيريزي ما قدركم طلعت للماء ده عندي فوق سببتني لي مشاكل اسمها الايكيجات او سيبو. لانه بيجي لي غزات بشكل فضيع جدا لو كانت الحليب او شبت نوعي بدقيتها للبان. مش حاسية لكتو انا عندي حاسية جلوتين ولكن مش كده. فكده لو انا عليكت مشكلة السيبو اللي عندي مع الهستامين تورنز الهيه اللي جابلت لسيبو دي. ضيخ سيبو يمشي. الحمد لله. فمشكلة السيبو زي ما بتلكه بكتيريا ما كانها مش سليم. لها طلعت من من اللا لو سميها المعدة لمعادة الصغيرة. لمعادة الغليزة ولمعادة رفيعة للمعادة الاحياء. طلعت من بكتيريا الى مكان المعدة ادت الى انها تتغذى على السكريات. يعني اي نشوات اخدها سريعة وبسيطة او كمية فرقسوز عالية كمية سكروز عالية كمية. في حاجات ما ينفعش اخدها يعني سكروز ما ينفعش اخده انواع اللي هي الجم. الحاجات المكثفات في الاكل. الحاجات دي ما ينفعش اخدها. اي حاجة تدايق جهاز اضم بتاعي وعارف انها على سبيب اللي غازات والحاجات دي. بدأت نزل طريقة تشوفان هنزلها بس اخفة عمي والله لعمل لكم كل كل حاجة تحبوها. انا نفسي وبمبسوط من الطبيعة طب. الحمد لله يعني في مرض الحمد لله واني عشان بطبخ كويس ومبسوط يعني. اه نعم اولاد نفضل رب العالمين. ف اي مدرب مدرب لعيب او عندي اشتراك لاعب اللاعب اللاعب يكلم يولي كبتن عني والله حساسية بجيسمي يقول له لا تحادي ما في شيء. لا. في شيء. في علاجة بالجهاز اضمي دوت مش راضي عنه في الجذب الغزائي. شلها. اشتراك تكمل الجهازة بشكل سليم. بعد كده ممكن نعالج المشكلة داعة الهضم. وانا مفضل اي لاعب عيب داع تجهز يكون معالج مشكلة داعة الهضم. او مدد التجهز كنت شايفين اكل عمل الزائق. مكسرات ودهوم الصحية وكان جسم سليم جدا. ولكن مع خفاض الصغرات ومع لوت بتاع استيرويل ومع لوت التمرين مع لوت الكارديو ومع لوت ضغط النفس اللي كان بتأثر من الانتقال المنزل ومجريشن والاصابة للكتف والى اخره. وضغط ضغط الخفاض الصغرات. كنت بوصل انا وصلت الف صغرات. الف وستين صغرات حاليا في اليوم. يعني من رقم فضيع مع ترقل. اليوم الف وستين صغرات حاليا في اليوم بعمل فيه كارديو تردين دقيقة وتمشأ عشد رقوبة. الرهاق فضيع وخلص لعبين وبذاكر. وحسنت انهم بتاع اتأثر والى اخره. زائد النظام الغذائي مكنش نظام سليم لصحة الهيستامين في هذا الوقت. يعني النظام كان فيه حاجات مرتفعة في الهيستامين. النظام كان فيه حاجات تعمل ريليسنج الهيستامين زيادة. النظام كان فيه حاجات تكسر الديو بشكل زيادة. النظام كان فيه حاجات تحسن من زيادة البكتيريا. مش اقول البكتيريا الضالة والنفعة ولكن زيادة ان البيئة البكتيرية موجودة في المكان الخاطئ تبدأ تزيد. تتحسن وتتغزى بسبب وجود سكريات بسيطة بشكل كتير بسبب وجود كمية فاركتوز بشكل كبيرة بسبب وجود كمية بكتيريا نفعة بشكل كمية مغاذيات مخللة وفيها بكتيريا بشكل كبير فكل الحاجات دي ادت الى المشكلة اللي انا وصلت لها تقريبيا يعني لان مراحل الدكتور رعد تحكيله مش عايب يشخص صراحة يعني شعب انت خليد كله يطب عبلح الساق والله المراحل. مراحل الدكتور تاني ان شاء الله الحمد لله وش رحطله فقال لي الحمد لله يعني. فدوقتي الالاج بتاعي ان انا معظم الناس بشوفها قال لي انا باخد ذزارتك. باخد عشان خطر بتأثرش على الجهاز الغضمي. تأثر على الجهاز الغضمي ما بتأثرش على البيئة الحموضة في الجهاز الغضمي. نخش بقى محالة بعضيها. ازا كان عندك الكبد والكلة في مشاكل ممكن يجي لك مشاكل الاستميم. بسبب ليجي مشاكل في الاستميم عشان هيجي لك مشاكل في الجهاز الغضمي. واليه هزا الغضمي ايه اللي عنده دي و او. بالتالي ايه اللي عندك تكسير الاستميم. بالتالي هيجي لك مشاكل الاستميم. تراكم الاستميم في جسمك. ويعني نعم. ازا كان عندك كمية قليلة كمية البيتان ايه اللي هي المادة اللي هو اللي حموضية في المعدة قليلة. او البيض ما تبهرش من المكسرات. سجلتها في النوت والله. هي حمرار المكان ده. المكان ده بالزبط في حمرارة بسيطة. اوكي. مش ده علان. على طول يعني زي ما تقول تحدي كده بتعلم منه. مع نفسك طبعا تبقى مخنوز علان وخلص بطولة مش قدرتك ولا ايه حاجة مش شارع. ولكن خد الموضوع بشكل ايجاب. الحمد لله ان انت جسم برد عليك. كفاية. ريح. ارتاح. تعملش دي. تقولش ده. فما ان جسم برد عليه خلاص. بسطة المراحل فعليا. محتاج ان انت تراقب صحيطة. فالمهم. اه نخش مراحل بقى تنظيف الكبد والوحاجات ديت. الموضوع الكبد والجال بقدر شوية ريخي مطويل. ولكن يعني ممتع شوية كميل. في متعة كده ازاي. عندما راح في كبد اللي هي. مراحل Clark Kent هيجاج لك مشاكل دي او. اذا عندك ارتفاعات في تناسيات المترجمات الكبد بالذات الممكن تعرف تحقيقها اذا عملتها هايجيدي. دول هيوضحوا ان في مشاكل في الجهة البلدر والوسائل الصفروية. رحز ان تاخد متكملات عشان خاطر تأثرها على هضم الضهون. وبالتالي تريح شوية الدجال بدرج مش مش حصوات وازا حصر فيها حصوات هايال لل او الا هيال لعندك التخلص من الفضلات وازا ايال لعندك تخلص من الفضلات هتتراكم عندك الفضلات هتراكم عندك الفضلات هتراكم عندك الفضلات هتأثر على المعدة وتأثرت على المعدة اللي عندك دي او. فانا عندي اتفاعات في نزيمة الكبد متأكدت من انها بالزبط في الجلدرق عندها مش مرتاح عشان جي جي دي كان عالي. الاس دي كان عالي. واليال بي كان عالي. فترة دول مزعالين تشخيص بتاعهم مو زمار جلدرق هي مشكلة اعملت فيها حصوة بسيطة. زرق لترزز زتون شربت وعملت حمام مرتين بقيت كويس. راح تلحظه. بالحظ الحمد الله يعني. طيب. كلا. زي كلا بعملت فيها مش سليمة. وبالزات بتأثر بايه? نعم. ناندرولون. عجاد زي البولدينون. عجاد دي كلها. تأثر عليها وممكن تسبب مشاكل في البروكسمل تيوب. دوت هتلاقي عندك التخلص من من الاستامين في اليوري هيكون قليل. وبالتالي هتلاقي فيه تراكم من الاستامين. وبالتالي هتلاقي ادفاعات في الاستامين. وبالتالي زايد في الاستامين حصلك مشاكل في الهضم. وبالتالي لانك مشاكل هازمين بتزيد مشاكل هضمي بتزيد. فاي حد عندما شاكل انتفاخات. شاكل غازات. من الاكلة معاينة حاساسية من اكل معاين ما يطنش. ما يقعدش يطنش. لان ممكن الناس عندها اكزيمة. من مشاكل في الهضم. الناس عندها حاسية وحوفة كسمها مشاكل في الهضم. يعني والله قدامك او 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 اكل فقط تلاتين سبعة وشين كرام منكسرات بالزبط او تلاتين كرام منكسرات. دي اجلائي من تحت. ممكن تقول ممم. هنا شوية. دي كلها النقاط باز اسجلها عشان خاطر خلص اطرا للاك بشكل سليم. وبكرة ان شاء الله يكون عندي كشف البيا البكترية في المادة. لما خلصوك متأكد بالضبط. هانا كنت ماشي عليه الصحول والقلط. اه. ده بقتنا اي بقى حاول جمع الاسرين عشان اتعبت. تخاندي قليلة جدا سمحون يا شباب. لأ مش احبز اللايف. عشان انا ما بحبش احبز اللايفات صراحة. كابتنا عندي سؤال اذا انا ما عنديش عضلات كفية فعناش فلاكن عندي دون بسيطة. لأ زيد عضلات احسنة حيو قلبي وعطي نفسك بتخسر الدون ولكن نفع كميتة بروتين شوية. وخلي كميتك كربوهدرات كافية ان كده تام في التمرين. وخلي سعراتك حالية سعرات السبات. ده انا بقارس انا كوتش بعاني وسبب عديد. ده كترة في مصر على الله حكايتهم. انا بقول لك حيو قلبي مش كلمة مش سهلة. اخد دكتور اللي قبله قال لي ما تلحبش كارديو حاجة غلوب. عبش كارديو? والله يا العظيم. لأ. وقف تمرين ممكن يكون يعني ممكن يكون صح. ممكن انت محتاج فهلا توقف تمرين. ليه محتاج توقف تمرين? انك انت معين. ازاي تقيس بقى. صح? ازاي تعبت عندك سترس عايي. كورتيزول. اه اه معدن النبضات القلب اثناء الراحة. وتقيس المعدات نبضات القلب اثناء الراحة بعد التمرين. وبعديها ساعة وتشوفت النزول فيها عاملت ازاي. ومؤشرات اللي حسسيت الانسولين. وضغط الدم. وعطيها عفزان تفكرون. ستقول لأ ان شاء الله وهيبان بعد كده توقف تمرين نعم. ممكن احناك تحت توقف تمرين. والله مش هزهرك في هولندا غير ما يكون عندي جباز يا غي. ان شاء الله. كم جرام لكل كيلو تنشيف. انا بفضل اتنين جرام ونص. كم جرام لكل كيلو? ده تعتمد على حاجاتك عندك اعتمد على شدة التمرين. مدة التمرين. نوعية التمرين. الطبيعة الحسية التنزيمينة عندك. طبيعة النوم عندك. مش حاجة ستة يعني. ولكن تتلع حديد في تحتاج على كمية كاربوهيدرات قبل وعد تمرين ايه. ده دفك الاساسي. ابدأ جواب على الاسئلة. الفترة الاولى كانت من اللايف. ما استفاد منها استفاد. ما استفادش منها معلش. ان شاء الله مرة جاية. حاولت انا نزغطها. كنت عايز اعخد عليكم الامور. واذا قلنا بالشبال بين الوضوع. خلق على الجولاء. وانا كابتن هل النوم يؤثر هل استمينها? اكيد طبعا يعني. خلق نوم قليل. استرس عالي استرس عالي. استمينة عالي. هم? بشوف الاماكن الفير حسية معلش. بشوف بتطلق الاماكن مختلفة نفس الاماكن. نفس الاماكن. هنا هنا طقت. اقل عدد جولات بنائية وكيب تدخل في تنشيف تدخيل من ناحية التمرين. اقل عدد جولات بنائية. اللي هو مينموم. مش حاسمها كده. يعني اقل عدد جولات بنائية. اقل عدد جولات ممكن يحافظ على كده العضلية عندك من خمسة الى عشر جولات. وتعتمد على شدة الجولة او صعوبة الجولة. يعني صعوبة الجولة. اعتمد على قرباء النيار. انت محتاج على الاقل خمس جولات النيار للنيار فعلا عشان تحافظ عضلاتك عضلاتك لكل عضلة. وتعتمد برضو على نوعية العضل يعني مثلا عضلة بكل ما تحركها زيادة وكل ما تحتاج جولات النيار زيادة. كل ما تحركها اقل وكل ما تحتاج جولات يا ريال. ليه ان عندها اضبطيش عن بتمشي عليها. لكن دي صحيح ملاشفة عالية البناء عضلية ولكن افهم يعني تخليك كان مغاش غالي مسلا. ازا عضل دي بيحصل لها يوميا انتقال لشارة عصبية ليه احصل لها فبعنى ان احصل لها كتيب معنى عندها تأقرع عملية وانا تستعمل تستعمل كمصدر للطاقة اكيد طبعا او من الدهون ولكن ازا جسمك في سوك يا دم عليها يجي من الجلوكوزة. فاكيد العضلية تحتاج ان احصل لها بشكل اصعب شوية. فهيحتاج انها تكون الجوالات اللي هي بتاعتها اصعب شوية. بس. طب ايه الحاجات ممكن دخلها في الضيط حسن عملية الهضبط قلل ابتجاع المريق اي حاجة من الحاجات دي. وانا مش دكتور عشان اجوبها كارتجاع المريق انا اسف. ولكن يعني ارتجاع المريق ايه هو ارتجاع المريق? مريق اللي بيمش فيه الاكل يبينزل تحت. فيه ارتجاع فيه. اكل بجاعة ثاني. دي بكون فيه الاتهاية في مشكلة فيه. فيعني اكيد ما تاخدش الحاجات اللي فيها اه محتاجة نضغ عالي للحوم الحاجات دي. وتمنى اكتراجع طبيب خضم. لانا مش طبيب خضم. ولا خصاي بضم. هل تغير تمرين كل فترة ممكن يزيد الحجم العضري? ازا يعني بتعود مواد بنائية هتزيد من العضري. ولكن كفاءة التمرين بتقل. حزبانية التمرين بتقل. معرفة مدى صعوبة التمرين بتقل. معرفة مدى نجاحك في الحصة الترابية دي بيقل. معرفة مدى كفاءة التمرين المناسب لك ده بتقل. معرفة مدى الزيادة تدريجية تحتك بتقل. فكل الحاجات دي بتقل. فاكيد يعني مش حاجة كويسة. كيف دينا عند الجولات لو يتمرن تمرين القوة. تمرين القوة. اقل من على الجولات للعضري. طيب كيف ندخل من تنشيف تدخين من ناحية التمرين يعني هل ناخد ديلوت نبدأ من اقل الجولات او كيف نبدأ من تنشيف تدخين. ما تحاولش انك زيد في عدد الجولات از انت اللي مبتدئة. حاول انك زيد صعوبة التمرين نفسه. تحكم بالوزن اكتر. زيد الوزن اكتر. زيد التكرارات اكتر. لما تنجح في دول ايبقى زيد الجولة زيادة. اوكي? بس سهل يعني. بتقول اللي حد يقول لي انت اخد دي عشان بقول لكم هنعطوه جعاني معلش. ولازم نسي ترات ربعة ساعات على الاقل بين الواجبات شنا اعرف بيس مشكل حسية بشكل عيدة لو شايفنا بطول معي ادي ايه? ادي بالا معي او تربع ساعة تريبا. ده بيس سابلمين فول ناتشا بادي بريك كرياتين اوميجا تري ادوية الاسزاي تعدتها على استيرويدات اكتبها بالمصطلح الكامل لو سمحت عشان نطلحك كتير بالماء والعالم شوفي كلا. انا باقي عشر دايب الضبط وهقفل لايك ان شاء الله. او اقل كمان تمن دايق. اخصي اذا وصل اعلى عدد جولات وعاوز ابدأ اضخم هل اخد وابدأ منه. تاخد امتى? ما تخش دي لوت امتى? تاخد دي لوت لما تحسن فتيج بتاعك عالي. بتاعك قل. اغضم بتاعك سيء. النوم بتاعك سيء. بتاعك سيء. او زي انا في النادي بتقل بتاعك بيقل. سعيدة تاخد دي لوت. ما ما تخدش دي لوت وخلاص. والدي لوت دي وقت. ايوة اللي هي زي الزولو ميكس. وشك في عندي الناس بتاخد الحاجات دي. فبالله عليك اكتب لي زي الزولو ميكس. ولا زي الزانيكس. ولا زي الزانيكس. ايه تاني. زينا من السيروتين. جابة. كان جابة. سيروتونية. انا بديت اخذ لي دورات عن التغذية ولكن لو بغيت اصيل مدرب صح وش تنصحني من دورات. دورات عندك النازم بص اول حقيقة دي سيمادة العلمية. يعني اخدها مش شاد بنازم او ايسس ايه. وبعد كده عطل عندك اللي هو عامل زي مجموعة اسمها كلين كلين هيلث. شو حلوة? لانك هتعف زي بتاعك هتعف زي انك تحط المعلومة بشكل وسيط. هتاخد مادة علمية. دي هتبين لك ان وضوعك اكتر. ومعتمدة لشهاداتها من ايس ايه والنازم من كلام ده? ايه الجرعة اللي توصلها لل ايه? 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 سنة واحدة في سأل عبليها? اوكي. كابتن اوكي اضرارها مصيبة يعني. ايه? 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 نفس الشيء. ايه? ايه? مشاكلها في التركيز. المشاكل المعدة كما تأثرها مشاكل بصحة المعدة. كاربن تحطيين. اوكي باقي爸ا كنصيبة مكومية اتأثر كاطفين منye التشطير مكومية تحطي من يا جهاز اللاظمي اذا كانت مصاب بالكوروناز اه? اول حاجة بتاع الجنك اللي هون فوق بعد كده تخش على الجهاز اللي تحت. بعد كده تحت هتاخد حاجات بقى ايه باكتيرية عضوية بعد ما تتحسن مرض ان شاء الله. تكون بري وبرو بايوتيك. اه. اوكي شباب. استعزنكم بسطي بكم جدا النهاردة. عراس كلكم. ولكن جي وقت ان انا انزل اخلص خباي خطواتي بتماشى شوية عشان اغير جو. واطلع برر بيئة التدريب. اه طرق تنزيل جلوكوز الدم. حفظها كمية سوائل. تقترب من استرس. زيادة القطلة العضلية. خسارة الدون. دول اما حاكتين. بعض النواع المكملات زي البربرين ايش سي ال. اه كروميوم. دي دي فعالين ما اخلتم على الابين بتوعي. ميتين مايكروغرام لكل خمسين خمسة شنية كروم. قرب ودرات زيادة مقلت لها يشتفع في صحر الدم. اه مالفلو بيك اسد. و ماجنيزيوم. ماجنيزيوم بنوع او الماليت او سيتريت. اه بس. الثنمية اليد اخر سؤال. اكشف. اكشف عسكر الدم بالله ارضال عليك معادلاتك. يلا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.